السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هيا كنا الله يا حبيبات طبعا غبنا غبنا وغبنا كثيرا ولكن إن شاء الله يعني بعد الغياب هذي كن فيه مراجعة لكم أنه كل ما غبنا كلما راجعتنا واستمعتنا إلى الدروس من أول وجديد ورجعتين تسمعين الدروس من رقم واحد إلى رقم ثلاثين بحيث أن النحو يحتاج إلى ثلاثة أمور إلى صبر في تعلمه لأن التي لا تصبر والتي دخلت معنا أول خمسة أول عشرة أول عشرين وفلتت ما هذه لن تتعلم لا ظهرا أبقت ولا واديا قطعت والشيء الثاني التكرار 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 لأن الذي لا يكرر لا يفهم ولن تتقرر أي معلومة الشيء الثالث وهي الممارسة الممارسة التي لا تمارس ولا تعرب ولا تطبق ولا تقرر القرآن وتقول أوك هذه إن هذه لن هذه كي هذا اسم هذا فعل هذا حرف هذا ممنوع من الصرف هذه مريم هذا عيسى كل هذه هذه الأمور الثلاثة إذا لم تطبقيها في النحو فاعلمي أنك إنما تضيعين وقتك ولن يكون هناك كبير فائدة استمري واصبري وصابري وعضي على نفسك حتى تتعلمي حتى لو تخرجي من الدرس كل بفائدة واحدة ممتاز ارجعي وراجعي الدروس السابقة واسمعيها مرتين وثلاث وعشرة وطبقي هذه الأمور طيب كنا قد بدأنا هنا شوفين من بدأنا نرجع لك من حيث بدأنا في نواصب الفعل المضارع قلنا أنا نواصب الفعل عشرة وأخذنا تقريبا ثمانية بمشي عليهم بعجل وقلت لكنا وقلت لكنا أن تحفظنها ونصبه بأنولا إذن وكي ولا مكي لا من الجحود يا أخي كذاك حتى والجواب بالفأ احنا أخذنا إلى حتى فتحفظي هذه الثمانية بأنولا إذن وكي ولا مكي لا من الجحود وحتى كل هذه الثمانية تحفظيها لأننا شرحناها قلنا أن لن ناصبه وإن لا ناصبه ولا مكي ناصبه وكي هي الأساس وناصبه ولا من الجحود قلنا أن شرطة لا من الجحود أن يكون معها أن يكون معها قبلها ما كان أو ما كانت هذا شرط لا من الجحود أن يكون قبلها ما كان وما وما كانت أنه تنفي هذا الشيء طيب أخذنا هذا أين كنا هنا لام كي أخذناها وأخذنا هنا لام الجحود قلنا لازم يكون قبلها ما كان ولم يكن ما كان يكون قبل الدملة هو لم يكن تعرفي أنه الفعل المضارع الذي سيأتي بعدها وفيه لام ما ينفعش تقولي هذا لام حرف جر لحظة لحظة يا أبنى الذين آمنوا عملوا الصالحات ما ينفعش تقولي هذا لام جر لان لام الجر يدخل فقط في الأسماء وهذا دخل على فعل وقبل الفعل المضارع ما كان ولم يكن إذن هذا لام الجحود أي لام النفي الذي لن يحدث أبدا واضح ثم أخذنا حتى وقلنا حتى قال العلماء أن حتى يعني العلماء مختلفون فيها بعضهم يجعلوها حرفجر وبعضهم يجعلوها ناصبة ناصبة وبعضهم يجعلوها لا عمل لها فحتى على حسب الكلمة التي تأتي بعدها إذا جاءت حتى اللي بعدها مكسورة وهي اس إذن حرفجر ذهبت حتى البحري مثلا أقول هكذا إذن حتى حرفجر والبحري اسم مجرور قلت قلت مثلا أكلت السمكة حتى رأسها خليتها مجرورة حتى رأسها خليتها مفعلا به حتى رأسها خليتها مرفوعة على حسب الجملة التي تقع بحتى حتى إذا جاء بعدها فعل مضارع سيكون الفعل المضارع منصوب كما قال الله عز وجل حتى يرجع يرجع فعل مضارع منصوب إذن حتى من أدوات النصب تمام هذه الأمور كلها أخذناها مفصلة في الدرس السابق الآن نبدأ بدرسنا ونقول بالثلاثة الباقيات اللي هي الثامن والتاسع الجواب بالفاء والواو لك قال الجواب بالفاء والواو لأنه لابد أن أنت تقولي لكلام وأنه يتجاوب على كلام ما يكون في البداية فقال هنا نحن نؤخر الكلام عليهما لأنه يحتاج إلى بسط سيذهب إلى العاشر سيذهب إلى آخر واحد اللي هو أو لأن الجواب بالواو والفاء الحرف الواو اللي قلت كان في معنا أكثر من 11 واو في اللغة بيبسط عليها الكلام والفاء لأنه يحتاج إلى شرح لكن الأو أو ما توجد إلا إذا جاء بعدها فعل مضارع على طول ستعرف أنها ناصبة لأنها إذا دخلت على فعل المضارع نصبت أو على أقصد دخلت على اسم لا تغيره لا تكون لا يكون لها محل من الإعراض طيب أو تنصب الفعل المضارع وهي تأتي بمعنى إلا وبمعنى إلا فإذا كانت غاية لما قبلها فهي بمعنى إلا مثل لألزمنك أو تقضي ديني يعني لا إما لألزمنك أو تقضي ديني بمعنى إلى أن تقضي ديني أنا بجلس معك إلى أن تقضي ديني هذا معنى الكلام شوف إن ele sis ألزمك أو أن أن تقضي ديني لا معنى حتى تقضي ديني والعرب تستخدم أو بمعنى إلى أ بمعنى حتى هذا على تقدير إلى أن تقضي ديني مثلا دلك المثال بهذه الأيام سأبقى أدرسكن أو تفهمنا شرحي يعني أنا سأبقى أدرسكن إلى أن تفهمنا شرحي أو حتى تفهمنا شرحي طيب مثالها بمعنى إلا لاقتلن الكافر أو يسلم هذا أيضا مثال جميل لاقتلن الكافر أو يسلم ما معنى هنا أو ماذا تعني كلمة أو هنا لاقتلن الكافر أو يسلم مش معنى إلى أن يسلم بمعنى إلا أن يسلم الكافر أنا ما ينفعش أقول لاقتلن الكافر إلى أن يسلم ما ينفعش إلى أن يسلم هل سيمضي في طريق يصل فيه إلى الإسلام لا بمعنى سأقتلن الكافر إلا إذا أسلم بمعنى إلا هنا قال هنا لا يمكن أن نجعل أَوْ بمعنى الَا لأن القتل لا يمتد إلى أن يسلم لكن نجعل أَوْ بمعنى إلا أن يسلم وعلى هذا فإن أَوْ تنصب الفعل المضارع وهي تأتي على وجهين الأول أن تكون بمعنى إلا والثاني أن تكون بمعنى إلا فإن كان ما بعدها غاية لما قبلها فهي بمعنى إلا وإلا فهي بمعنى إلا طيب كيف بعرف إنها ناصبة أو غير ناصبة إذا الذي بعدها فعل مضارع اعرفي إنه بيكون مفتوح إلى أن يسلم أو يسلم أو يأكل أو يشرب أو يلعب دخلي أو على أي فعل مضارع بتنصبها لكن جميل أنت عارفة هذا النقطة أني عارف إنه أو أداته نصب وإنما حصلت أو بعدها فعل مضارع خلاص سأقول أو أداته نصب وغاية تدخل على الفعل المضارع فتنصبه الفعل المضارع منصوب بعلامة نصبه الفتحة أو منصوب بأو وعلامة نصبه الفتحة الإعراب سهل وأنتي عارفت له لكن كيف أعرف إنه أو بمعنى إلى أو بمعنى إلا إذا كانت إذا كان الكلام الذي قبلها غاية فعرفي أني بمعنى إلى مثلا أقول لك لا أفعل إنه كذا لا أتي إليك أو تسلفيني سأزورك أو تسلفيني بمعنى سأزورك إلى أن تسلفيني أو مثلا أو تسلفيني أو حتى يعني لا بد أن الله بسم الله تعال هنا فمتى ما كان الكلام الذي قبله غاية عليه كان المعنى أو بمعنى إلا لكن إذا قلت مثلا لأضربنك أو تتأدب هذا بمعنى سأضربك إلا إذا تأدبت تمام شوفين لأضربنك إلا أن تتأدب أو لا لأضربنك أو تتأدب بمعنى إذا لم تتوقف وعن ما تفعله سأضربك أو أنك تتأدب واضح هذا هذا المعنى لكن الإعراب أداة نصب أداة غاية تنصب الفع المضارع ورفع المضارع بعدها منصوب لكن يجمل بكي أن تعرف المعنى أن تعرفي معنى أو لماذا هناك ثلاث طرق لأو ليس ثلاث طرق ما بلها طريقين لأنه بكلام العرب بكلام العرب يا أم يا هديل أحيان تستخدمي أو بمعنى إلا أن تفعلي هذا الشيء وأحيان تستخدمي أو بمعنى إلا أن تفعلي هذا الشيء هذه الطريقة إلا وجد ثلاث طرق واضح وهي أداة نصب واضح نمشي مركزات أو أداة نصب تأتي بمعنيين بمعنى أن تفعل هذا الشيء أو كذا إلى أن تفعله غاية أو تفعل هذا الشيء أو كذا بمعنى إلى أن تفعل ذلك أو إلا أن تفعل هذا هذا تستفيد أن أنت تفهمي سياق الآيات وتفهمي كلمة أو ما يراد منها طيب بيجيب لك سئلة هنا لزيادة التوضيح أو أداة نصب لزيادة التوضيح وقبل أن يدخل في الثامن والتاسع الذي يحتاج إلى شرح أكثر النواصب عشرة أن مثالها أحب أن تكتب شوفين أحب فعل مضارع مرفوع على مترفعه الضم أن أداة نصب تكتب فعل مضارع منصوب على متنصبه الفتحة أحب فعل مضارع مرفوع على مترفعه ضم الظاهرة على آخره أن أداة نصب ومصدر مصدر لأنك تتكلمين عن مصدر الفعل أحب كتابتك وأحب أن أراك تكتب تكتب فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لن مثالها لن تنال لن تنال ما تتمنى لن أداة نصب تنصب ونفي نفت واستقبال شيئ يأتي بالمستقبل ولو بعد ثانية ولو بعد زمن المتكلم تنال فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره إذن مثالها قال إذا ذكرت دروثي نجحت فقال له زميله إذن تفرح شوف هنا الكلام ذكرتني واحدة قالت يا أستاذة ما طنش بذني أحس أنه إذن تفرح أو لا إذن أحاوي لما رسلت قلت إذن أحاوي لا قالت لا أحس أنه بإذني إذن تحاول مش مهم كيف تسمعيها بإذنك المهم أنها أتت موافقة لجروطها الثلاثة إذن تفرح أنت بتقولي لا أحس أني إذن تفرح غلط إذا قلت إذن تفرح لابد أن تكون إذن تفرح إذن ما هي شروطها ثلاثة شروط الشرط الأول ذكرت نعم إذا ذكرت نعم فعل مضارع دخلي عليها السن سوف إذا ذكرت دروسي نجح لا ماضي ماضي سذاكرت سوف ذكرت غلط ذكرت ذكرت دخلت عليها إذن إذن هي فعل ماضي أحسنتي فإذا ذكرت دروسي نجحت شوفي إذن هنا لا محل لها من الإعراب لأن ذكرت فعل ماضي فعل ماضي مبني على إيش ذكر إذا ذكرت فعل ماضي ما له جاوبين ذكرت فعل ماضي مبني على السكون ليش ليش ما نزو بهذه ليش صح يا مبرهي مبني على السكون ذكر ذكر ذكرت مبني على السكون لاتصاله بإيش تأل فاعل أول ما تجي تأل فاعل أنت يا فعل ماضي أسكن وأنا بتولى المهمة هل إذن اشتغلت مع الفعل مع الفعل الماضي ليش ما اشتغلت إذن مع الفعل الماضي ليش إذن لم تشتغل مع الفعل الماضي كلمين يلا كتبين لأنها لا تنصب إلا الفعل المضارع طيب شوفين ما في هنا قلم خلينا أكتب لكم هنا شوفين شوفين على الشاشة أوري لكم حاجة شوفين هنا أيش الفرق أو لا خليني بس أمسح أيش الفرق بين هذه وهذه إذن ما الفرق بين إذن الأولى وإذن الثانية يلا يلا يا هدي الحم يحل خليه ما الفرق بين إذن الأولى وإذن الثانية سرعين إذن لا ما الفرق خلينا نشوف إذن بالنون والثاني موجودة فيها نون وبعدها مضارع تنوين وهذه نون صريحة أوكي طيب عشان الوقت إذن الأولى كتبت بالألف لأنها غير عاملة ما تعملش حاجة والثانية كتبت بالنون لأنها ناصبة لأن الذي بعدها فعل مضارع واضح فهذا أحد الفروق بين إذن التي تكتب بالتنوين وبين إذن التي تكتب بالنون الصريحة هذه لا عمل لها لأن الذي بعدها عاملة لأن الذي بعدها فعل مضارع ولأن ها أتت في البداية ولم يفرق بينها وبين الفعل شيء وهي دالة على المستقبل إذن الشرط الأول أن تكون مصدرية فهي في المصدر والشرط الثاني أن لا يكون بينها وبين الفعل المضارع شيء إلا القسم مش بين هاي شيء والثالث أن يكون الفعل بعدها مستقبلا يعني أنت بعد أن تذاكر دروسك ستفرح بعد أن تنجح ستفرح جميل واضحة واضحة إذن الثالث أن يكون الفعل المضارع بعدها مستقبل مثالها إذن أكرمك إذن حرف نصب وجواب أكرم فعل المضارع منصوب بإذن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة هل تنصب الفعل إذا قلت إني إذن أكرمك هل ينفع هنا أقول أكرمك ولا أكرمك ضمة ولا فتحة أكتب ضمة ليش لأني إذن في الوسط وإحنا قلنا غلط لازم تكون في البداية وليس في الوسط جميل خطأ لأنها لم تأتي في أول الكلام والصواب إني إذن أكرمك بالضمة أجعلها مفتوحة إذا حذفت إنا وقلت إذن أكرمك إذا كانت إذن في البداية فإني سأجعلها أكرمك أما دام أن إذن هنا في الوسط فسيبقى مضموما فاعل مرفوع على مترفعه الضمة وإذن لا محل لها من العرب جميل 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 نمشي واضح واضح إذا قلت إذن إذن زرتني أكرمك خطأ لماذا للفاصل لا بد أن يأتي الذي بعدها الفعل المضارع إذن أكرمك الآن هل هذا صحيح هنا قال لك ليست صحيحة لما الشروط هل هي تامة غير تامة ما الناقص ليست في الاستقبال لأنك قلت الآن وأنا أريد أن تقول في المستقبل إذا أتيت إلي إذن أكرمك عندما تأتي إذن سأزورك ليس الآن لأنه إذا هو الآن لم تعد مستقبلا فلا بد أن تكون مستقبلا فقد خالفت القاعدة العبارة الصحيحة تكون إذن أكرمك الآن دام أنني دام أنني دخلت الآن دام أنني كتبت الآن فسأجعله فعل مضارع مرفوع على مترفعه الضمة لا بد أن تكون للمستقبل تكون في صدر الكلام ليس بينها وبين الفعل المضارع شيء نمشي لا أنا هنا شخبط نمشي للصفحة التي بعدها كي مثالها نأتي إلى كي مثالها أسلمت كي أدخل الجنة أسلمت فعل ماضي كيف عرفنا أن أسلمت فعل ماضي لماذا لا يكون فعلا مضارعا يلا كيف أسلمت فعل ماضي مبني على السكون أسلم ممتازات طيب كيف عرفت أول شيء اتصاله يتصل بتاء التأنيف أسلمت دخلي عليها سوف سوف أسلمت سأسلمت غلط إذن فعل ماضي فعل ماضي مبني على إيش على ماذا الفعل ماضي هذا خليني بس أكبر اللوحة قليلا ركزين فعل ماضي كيف عرفت أن الميم ساكنة كيف عرفت أن الميم ساكنة كيف عرفت لاتصاله لأنها ساكنة لأني نطقتها ساكنة أسلمت والتات الفاعل فعل ماضي كي تعليلية يعني سببية يعني لسبب كذا أنا أسلمت علشان كذا أدخل فعل مضارع أدخل فعل مضارع منصوب بحرف النصب كي وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره لام كي مثالها جئت المسجدة لأدرس لأدرس اللام حرف نصب وتعليل أدرس فعل مضارع منصوب بلام كي وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لم كي تابعه لكي ولكن كي أشد تعليلا وأشد إضاحا من اللام كي أدخل الجنة لو قال أحد أسلمت لأدخل الجنة أيهما أكثر قوة كي أدخل الجنة ولا لأدخل الجنة طيب ممتازة إذا قلنا هنا لا شكلك إن اليوم صح صحة معي طيب إذا قلت جئت المدرسة جئت المسجد كي أدرس أيهما أشد قوة كي أدرس ولا لأدرس كي أدرس إذن نقول لام كي ولا نقول كي لامة اللام تابعه لكي آخر شيء معنا هنا أو قبل الأخير لام الجحود ما هي تأتي بعد ما كان أو لم يكن لا بد أن يكون قبلها ما كان أو لم يكن حتى نسميها لام الجحود لأن لدينا الكثير من اللامات ما معنى الجحود هنا جحود الشيء لماذا تجحدينني لماذا تنفينا أو يعني تمكرين الجحود هو الإنكار هو النفي ما كان الله لينذر ما كان إذن موجود عندنا أنه ما كان نفي لينذر هنا فعل مضارع ليذر أنا إيش لأقرأ ما كان الله ليذر ليذر هنا يذر فعل مضارع مرفوع فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الفتحة الظاهرة على آخره لاتصاله بلام الجحود اللام لام الجحود يذر فعل مضارع منصوب باللام وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وعلى آخره واضح لام الجحود ليني أمسح واضح لام الجحود ولا مش واضحة لازم لام الجحود فيها شرطين ما كان أو لم يكن فقط هذين الشرطين متى ما شفتي ما كان أو لم يكن وبعده فعل مضارع متصل بلام ما اسمه هذه اللام لام جحود لام نفي تنصب الفعل المضارع حتى حبيبة القلب حتى أحبه حتى أنا حتى طبعا أني لسرع لأن هذه كلها إعادة هذا كله إعادة في إعادة في إعادة كيف نفهمها تفهميها أنها تدخل على الفعل المضارع فتنصبه تخلي الفعل المضارع منصوب كيف تفرقيها هل هي لام سببية لام تعليلية لام استقبال لام كذا أو أول ما تشوفي ما كان أو لم يكن يعرفي أنه نفي جحود بس هكذا تعرفيها حتى حبيبة القلب حتى مثالها حتى يرجع لفين يرجع فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره حتى حرف غاية ما معنى غاية بمعنى إلى إلى أن يرجع إلينا موسى ونصب لما نصب لأنها تدخل على الفعل المضارع فتنصبه تمام فيرجع فعل هل هي حرف جر إذا دخلت على الإسم فهي حرف جر إذا دخلت على الفعل فهي حرف نصب واضح يوم عبد الله كيف أتت مع المضار إيش المضار ماذا تكتبين يا أخت العرب ماذا تكتبين يوم عبد الله كيف أتت مع المضار أوكي شكرا إذا أتى الذي قبلها مشيت من المدينة حتى المدرسة حتى حرف جر المدرسة اسم جرور خرجت حتى مثلا إذا دخلي عليها فعل المضار حتى عدت أو حتى عدت فعل ماضي دخلي عليها فعل حتى ألعب مثلا خرجت حتى ألعب أحسنت ممتازة حتى تعبت تعبت طيب تعبت فعل ماضي حتى ألعب ممتازة خرجت حتى ألعب حتى عطشت فعل ماضي مالكن مالكن دين لي فعل مضارع إذا دخلت على فعل ماضي لا تفعل شيء واضح إذا أتى بعدها إذا أتى بعدها اس فعل مضارع فهي أداة نصب واضح يوم عبد الله واضح إن شاء الله حتى يخوض فعل ما يخوض يخوض حتى علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر واضح نمشي ندخل على الدرس الجديد هذه كلها مراجعة ندخل على الدرس الجديد ركزين معي خذين سفيق وسهيق شفيق شهيق وزفير ونبدأ الدرس الجديد الجواب بالواوي بالفاء والوا صاد ما معنى صاد يلا ما معنى صاد مش النص المصنف نعم النص والمصنف ممتازة والجواب بالفاء الشرح يقول لك أن ينصب الجواب إذا اقترنا بالفاء والواو ينصب الجواب يعني الكلام الذي سيرد عليك أنت تقولين كلام فسأرد عليك بفاء أو واو يعني فاء السببية والواو واو المعية لأنه لدينا واوات كثيرة وفاءات الفاءات ليست كثيرة الواو ذي عندنا كثير فإذا أتى الفعل المضارع وكان جوابا لكلامك فاتسقت به واو أو فأعلمي أنها أدوات ونصب إذا ملتسق ما كان بعدها فعل مضارع فليست أدوات ونصب تمام هذان الحرفان إذا كان جوابا لواحد من أمور تسعة نصب بهم الفعل نصب بهم الفعل المضارع يجمع هذه الأمور التسعة قوله قول الناظم مر يعني مر أمري وادعو ادعي وانهى انهي وسل اسألي وأعرض تعرضي لحضهم حضي افعل كذا افعل كذا تمن من التمن وارجو من الترج كذا كالنفي تنفي قد كمل هذه التسعة الأمور فقط 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 هي التي تأتي على الفعل المضارع بالواوي والفا ولن تجدي غيرها لازم احفظها لا مش لازم تحفظيها بس لازم تفهميها أول ما تحصلي فعل مضارع فيه واو أو فا بتتذكري واحد من دولة التسعة لا تشوفينش كيف لا خليك معايا الآن انا لديك المعلومة خليش هكذا ايوه كملي بعدين لا تقولي ليش لا تكونيش أول ما دلك المعلومة جديدة هكا مستكيات نو تذوقي انا يجيب لك سحن حلوية تقوليش دوقين تقولي اوكي تأخذ الملعقة تقوليش هيها كيفي تقولي لحظة لحظة عادني لابز الملعقة وعادة انت قطعت الكيكي قوليش يلا ها كيفي قولي يا الله بري خليني اقطع الكيكي خلينيها اخذ الملعقة هكذا اخليش مع النحو اول ما ادي لش عادني لاوريش لاوريش حقي الترثة لاوريش حقي الحلويات معش تسعة هنا معش واو لا ما اكمل وتكمل يا الصحن كله بعدين قولي لي كيف طعمها فلا اجيش واحدة اي واحدة بتقولي ها كيف يعني ولا كلمة لا ما اكملش رح فمعش تسعة اشياء اذا رأيت الفعل المضارع متصلا بالواوي او الفاء على طول تعرفي انهما من ادوات نصب مر يعني اذا وقعت الفاء والواو في جواب الامر انا لما امرك واتيت بواو او فاء فهي ناصبة فان الفعل ينصب اللي هو الفعل المضارع مثاله اسلم فتدخل فتدخل الجنة اسلم اذا اسلمت فتدخل الجنة هنا الفاء دخلت على فعل مضارع والفعل المضارع منصوب اذا اي شيء فاء السببية اسلامك سبب في دخولك الجنة اسلم فعل امر اسلم فتدخل الجنة والفاء للسببية يعني بسبب اسلامك تدخل الجنة تدخل فعل المضارع منصوب بفاء السببية وعلى متنصبه الفتحة الظاهرة اول ما تحصلي هذا فعل مضارع منصوب وبهجم بفاء خلص هذه فاء السببية بدون أي لخبطة بدون أي شيء بس حلو أن أنت تعرفي تفاصيل دقيقة أي سبب الفأ هذه لأنه قد تكون حيننا الفأ مش فأ سببية إذا ما دخلاش على الفعل المضارع إذا ما كانش لي قبلها أمر تمام هذه الأولى الأولى حلوة؟ الأولى مفهومة؟ الأولى مفهومة ولا مش مفهومة؟ مفهومة نمشي للثاني امتازة يا سهام أدعو يعني الدعاء وهو موجه لله عز وجل فتقول ربي وفقني فأعمل فأعمل صالحة وين الفعل المضارع؟ وين الفعل المضارع؟ أعمل أيش علامته؟ مرفوع منصوب؟ مخفوض مجزوم مجرور؟ منصوب ليش منصوب؟ دخل عليها الفاء أيش نوع الفاء هذه؟ أيش نوع الفاء؟ فاء سببية كيف عرفتين أني فاء سببية؟ قد تكون فاء عادية؟ كيف عرفتين؟ قبلها دعاء؟ يا سلام عليك يا سهام سهام جاوبها الإجابة النموذجية قبلها دعاء تقدر واحدة منك أن تقول لأنه يا رب بسبب توفيقك أنا سأعمل صالحاً هذا معنى فاء السببية إذا ما وفقتنيش يا رب أعمل صالحاً لن أستطيع أن أفعل صالحاً فبسببي توفيقك لأعمل صالحاً فهنا دعوت يا ربي وفقني علشان أعمل صالح الدعاء في وفقني والفاء في أعمل للسببية أعمل فعل مضارع منصوب بفاء السببية وعلى متنصبه الفتحة الظاهرة إشتة ولا مش إشتة؟ حلو ولا مش حلو؟ تهل ولا مش سه؟ واضح؟ أعيد ولا أمشي؟ أمشي إذن وينما حصلتي الفاء؟ بعدها فعل مضارع تقولي الفاء أداة نصب أعمل فعل مضارع منصوب على منصب الفتحة الظاهرة على آخر بس هذا كمبتدئة اللي بدها تعرف الإعراب هذا الإعراب لكن الطحوحة الفيلسوفة الجهبوذة تقولي الفاء هنا فاء السببية بسبب الدعاء قبلها لأنها أتت في جواب الكلام والفاء هنا فاء سببية فهي عاملة ناصبة عاملات على نصب الفعل المضارع بس المطلوب منك أن أنت تعرفي أعمل فعل مضارع منصوب ندخل للذي بعدها هنا قال قال الشاعر ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن وانها شوفي هنا قال قبل ما نمشي ربي وفقني فلا أعدل هل فلا هذا ناصبة ولا غير ناصبة ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن كيف عرفتين أنه ناصبة غير ناصبة أفرح قالت غير ناصبة كيف تعرفين هل هي ناصبة أول شي حليمة قالت قبلها دعاء هذا أول واحد صح يا حليمة ليش مش ناصبة يا أفرح الفعل المضارع ما له ما لها الفعل المضارع خلص دام فعل مضارع عليه فتحة ناصبة وناصبة خلص دام شفتي الفعل المضارع من طب فلا أعدل كملنا ما دخلت هل هي دعاء هل هي ناهي هل هي كذا بس جميل أن أنت تعرفي سببها دام أنت قلت ربي وفقني إذن دعاء دام الفعل المضارع منصوب إذن عاملة الناصبة عادي هذا يكون فرق بس في إذن يا حلوتي يا حلوة إذن فقط 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 هي التي معها الثلاثة الشروط غير كذا ما يهمش بس إذن حصرا طيب واضح نمشي نمشي وانه يعني النهي لا تسرح في الدرس فيفوتك أوكي الفاء هنا ناصبة ولا غير ناصبة ناصبة ليش ناصبة كيف عرفتني أنه ناصبة أول سبب لأن المضارع مفتوح أول شيء فيفوت يفوت يفوت هو الفعل إذن مفتوح إذن منصوب بس أيشو هل هو في هل هو في حرف الناصب في هذا الذي وضعت عليه دائرة حرف الجر كيف عرفت يا هدي لأنه حرف جر وليش ما قلتي هذا حرف جر بعدها اسم يا شطورة أي شطح طحة بعدها اسم خلاص هذه الوحدة بعدها اسم لكن أنا أين لا تكلم ويني الفاء الناصبة أين الفاء الناصبة الفاء بعدها الفعل فا 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 فيفوتك سبب آخر علشان تكون فاء السببية أو نعم فاء السببية قبلها نهي لا تسرح لا تسرح طيب خلونا ندخل هذا درس متقدم لا تسرح لا أيش عراب لا تسرح ما يعراب لا تسرح أداة نهي وجزم سنأخذ الجوازم بعدها مباشرة بنكمل الجوازم نعمل عليهم مراجعة خفيفة وندخل على طول للدور الرابع نتعرف على الجوازم الجوازم أحس أنه هنا أكثر بس أسهل طيب واضح هذا بعد النهي وفي القرآن قال تعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي وانا الفعل المضارع تطغوا عليكم غضبي فيه وانا الفعل المضارع ممتازات ما كيف الفعل المضارع ما لا خلوني بس أكبر كبر أمسح هنا دعني أمسحك شوفين شوفين الجمال يلا فيحل ما نوع الفعل المضارع منصوب بالفتحة ماذا اتصل فيه طيب فيه هذه هل لها شغل في الفعل المضارع هذه لا شغل لها لا شغل لها إنما أنا أتكلم عن هذه فقط لأن في حرف جر ولها بيكون مضاف إليه تمام ما دخلنا من فيه ولا شطورات اللي بعده نكمل قال هناك وسل ما معنى سل ما معنى سل اسأل بمعنى اسأل يعني استفهام فإذا وقعت الفاء السببية جواباً للاستفهام السببية يعني معاها أسباب أسباب دعاء أسباب ناهي أسباب مثل ما قال السؤال فيه تسعة أسباب من الأسباب التي سؤال تكون جواباً لاستفهامك وجب نصب الفعل المضارع فتقول هل اعتذر هل اعتذر إليك زيد فتعذره ما نوع الفعل المضارع هنا الفعل المضارع هنا ماذا به فتعذره منصوب كيف عرفتن أنه منصوب أيتها الفتاوى الجميلة كيف عرفتن فتعذره ما عليكم من الهاء الهاء ضمير متصل تمام ضمير متصل لكن أنا أتكلم عن تعذره إذن هنا للاستفهام هل اعتذر إليك زيد فتعذره فتقول يا الفاء حرف جر حرف جر أقصد حرف نصب فاء سببية حرف نصب تعذره في المضارع منصوب على متنصبه الفتحة الظاهرة أتى بصيغة سؤال قال لي بعده قال تعالى فهل لنا من شفعاء قال له نسألك ما نوع من شفعاء لا مش هذه ما بدي هذه فيشفعوا لنا هذه أقصد فيشفعوا ما نوع فيشفعوا هنا أحسنت يا أم عبد الله الفاء سببية يشفعوا فعل مضارع مرفوع على مترفعه حذف النون ممتازة الفاء واقعة في جواب الاستفهام ولهذا نصب الفعل المضارع بماذا نصيب بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة ممتاز وأعرض لحظهم ما معنى أعرض لحظهم أعرض بمعنى العرض لحظهم بمعنى حثهم فعندنا عرض وعندنا حث مثال العرض أن تقول لشخص ألا تنزل عندي فأكرمك أعرض على الشيء ألا تأتين إلي فأفهمك ألا تساعدينني فأكافئك أعرض عليك عرض فهنا العرض يكون يكون هنا بسبب الفاء وإنما شفتي الفاء أنت على طلبة تعرفي أن الفاء ناصبة بس إيش نوعها لما أقول لك ما نوع الفاء هنا ترجعي للكلام ألا تنزلي عندي ألا تنزل عندي معنى أنا عرضت عليك شيء بس مجرد ما تشوفي الفعل المضارع منصوب بالفتحة تعرفي أن الفاء عاملة ناصبة لأنها وقعت جوابا للعرض جاءت بالأخير جاءت بعد كلامي أنا عرضت عليك وهذا كان الجواب حق عرضي هل لا أدبت ولدك فيستقيم أين الفاء السببية وأين الفعل المضارع أين الفعل المضارع عدني في نفس النقطة يا حبيبتي أنا في نفس النقطة هل لا أدبت ولدك أنا عرض عليك أنك تأدبي ولدك وقلت لك فيستقيم الفاء هنا فاء السببية والفعل المضارع مرفوع يستقيم جوابا لهلا الجواب أحيانا يكون أنا اللي أجاوب وأحيانا تكون الإجابة من نشت متى ما جاء الفاء بعد كلام يسمى جوابا لكلامي هل لا فعلت كذا فيستقيم ولدك هل لا نظفت البيت فيفرح زوجك هل لا طبخت طعاما لذيذا فيحبك أكثر تمام هذا الشاهد من الأبيات التي لا يعرف قائلها وقد استشهد بها ابن هشام في شرح قطر الندى وشرح شذور الذهب وابن عقيل في شرح الألفية انظر تحقيق الكتاب تمام نمشي فعل لك هنا والفرق بين التحضيض والعرض أن التحضيض طلب بحث وإزعاج والعرض طلب برفق وليب الآن لما ناجي حظك على شيء إلا دخلين دروس النحو تعلمين دروس النحو هذا تحضيض لكن العرض ألا تدخلن دروس النحو ألا تتعلمن الإعراب ألا تستفيدين فهذا عرض عرفتين إيش الفرق بين العرض والتحضيض التحضيض فيه إزعاج وشدة وحث لكن العرض ما رأيكي أستشيرك به ولهذا يعرض عليك عرضا فيقول ألا تتفضل عندنا فنكرمك وين الفعل المضارع نوعها إيش دخلها طحي ما دخلهاش لما أجي لها عندش مثلا أقول لش يلا أعربي لي فأكرمك تقول يلفاء أداة نصب وأكرمك فعل المضارع منصوب على منصبه الفتحة بس بأقول لش ما نوع الفاء هنا فأنتي تعرف إن الفاء هذه فاء سببية بسبب التحضيض بسبب العرض بسبب الدعاء بسبب النهيين أنت تتعلم نوع الفاء لأنه في القرآن الكريم معش فاءات كثيرة تعرفي هذا الفاء إيش سببها لكن في الإعراب هي ما دام الفعل المضارع منصوب فيه سببا نصبي واضح يا حلوتي يا أفرح واضح سؤال جميل قال هنا قال هنا ألا تتفضل عندنا فنكرمك نكرمك في المضارع منصوب بفاء السببية التي سببها العرض أما هذا فيقول هل لا أدبت ولدك فيستقيم فبينهما فرق التحضيض حث بقوة بعكس العرض أدبي ولدك لو سمحتين نقلي الأدب هذا التحضيض لكن أهلا ألا أدبت ولدك فيستقيم هذا فيه عرض تمنى ما معنى تمنى ينظر فعل مضارع يا حبيبتي كيف فعل الأمر ينظر فعل مضارع سينظر سوف ينظر كيف لا تقولي فينظر فعل كيف يا أم عبد الله ينظر قلت لي فعل الأمر طيب فلينظر هي أصلها مفتوحة بس فلينظر بتكون مفتوحة بس كسرت هنا لالتقاء الساكنين طيب تمنى ما معنى تمنى التمني هي فلينظر بتكون مفتوحة نعم بتكون مفتوحة أوه قصدك الفا نوع الفا أحسنتي صح الفا تكون مع فعل هذه سببية نعم سببية بسبب الأمر أمر أحسنتي 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 أنا فقلتي فعل الأمر أعتقد قلتي هنا فعل الأمر وين راحت أنت قصدك نوع الفا ممتازة نوع الفا بسبب الأمر بارك الله فيك طلنتي أني قلتي فعل الأمر طيب ما معنى أرجي ورجو ما معنى الرجاء طيب ما الفرق بين الرجاء والتمني يلا ما الفرق بين الرجاء والتمني الرجاء الأمل والتمني سعاد ما معنى ما الفرق بين التمني والرجاء التمني الشيء من عند الله الرجاء قد يكون لي طلب من شخص طيب التمني طلب ما يتعذر أو يتعسر الحصول عليه هذا تتمني قال الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب هل سيعود الشباب الله أتمنى لو أنني قريبة منكين أتمنى لو أنسافر سوا أتمنى لو ما حدثش هذا الشيء أتمنى الشباب يرجع أتمنى شيء لم أو صعب الحصول أو مستحيل الحصول تمام شيء يصعب حصوله هذا مستحيل فهو تمني وقال الفقير المعدم ليت لي مالا فأتصدق منه ما بش معه هذا شيء مستحيل هذا متعسر وليس متعذرا لأنه كم من فقير صار غنيا لكن الشيخة لا يصير شابا وارجو الرجاء طلب ما يقرب حصوله لعل السلعة ترخص فأشتريها خليلي بس أقلب لعل السلعة تكثر في البلد فأشتري منها هذا ترجي الشيء الشيء الذي يصعب حدوثه أو مستحيل الحدوث تقول لا تمني أما الشيء الذي يسهل حصوله أو يقرب حصوله فيسمى رجاء جاء في أول النهار في أول السوق فوجد الناس لم يجلبوا فقال لعل هذا رجاء الأصل أن يكون التعبير بالتمني بليت لأنه إذا شفتي ليت معناها تمني عن الترجي بلعل وهذا الأصل لكن قد يكون العكس قد تأتي لعل في أمر مستحيل قال فرعون يا هامان بن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب هنا لعلي شيء مستحيل بس اتخذ لعل رغم أن العرب تقول لك أنه لعل لشيء ممكن بس هنا في القرآن كان لشيء مستحيل أسباب السماوات فأطلع فأطلع هنا ما نوع الفعل المضارع منصوب بماذا منصوب بالفاء فاء السببية ما نوع الفاء يلا ما نوع الفاء فأطلع فأطلع رجع تمني أحسن تتمني لأنه شيء مستحيل لا ما شكرت ممتازة طيب هذا ترجع أو تمني هذا تمني لأنه مستحيل لكنه تمنى بلعل وقال الشاعر وهو يخاطب الحمام بكيت على سرب القطى سرب القطى تعرفين الحمام لما يشكلين شكل المثلث شكل السهم في السماء هذا يسمى سرب القطى يسمى سرب القطى لما يشكلين شكل المثلث في السماء بكيت على سرب القطى إذ مرر نبي فقلت ومثلي بالبكاء جدير أسرب القطى هل من يعير لعلي إلى من قد هويت أطير هل من يعير ني جناح لعلي إلى من قد هويت أطير هذا تمني أو لا رجع تمني ليش لأنه شيء مستحيل المهم أن نقول الفرق بين التمني والرجع إذا كانت تعلق بأمر مستحيل أو متعذر فهذا تمني إذا كان بأمر قريب فهذا ترجي ولكن الأصل أن الحرف الموضوع للترجي هو لعل وللتمني ليش ولكن قد يحدث العكس وهذا في لغة العربي كثير ومشهور طيب إحنا ما شاء الله طولنا صلنا ساعة وإلى هنا خلنا نشوف كم باقي لسه ما كملنا طيب آخر شيء في البيت كذا كالنفي يعني إذا وقعت الفاء جوابا للنفي فإنها تنصب الفعل المضارع قال تعالى في القرآن الكريم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا وين الفعل المضارع وين الفعل المضارع يموتوا أحسنتم ما نوع ما نوع الفعل المضارع فعل المضارع ما له منصوب وعلامة نصبة حذف النون من الأسماء الخمسة بماذا نصب بالفاء هذا المطلوب منك في الإعراب لكن زيادة في الفهم ما نوع الفاء هنا ما نوع الفاء نقول فاء سببية فاء سببية تمني أحسن لا يقضى عليهم فيموتوا لن يموتوا هم يتمنوا الموت جواب للنفي ونصب بحذف النون إذن فاء السببية وواو المعية إذا وقعت جوابا لواحد من أمور تسعة مجموعة في قول الشاعر مر ودعو وانهى وسل وأعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كملا فإنها تنصب الفعل المضارع بعدها هذا مثال مشهور عند النحويين وهو لا تأكل السمك وتشرب اللبن هذا الكلام سأعيده سأكمل شرحه الأسبوع القادم لأنه يطول ويحتاج أن أفصله لكن أكثر لأنني إذا جبت لكن هذا المثال وهو مشهور عند النحويين على نهاية الدرس سيكون الموضوع يعني كمتش معلومات فإلى هنا المطلوب أنك أن أنت تعرفين أي فاء وواو وأو دخلين على الفعل المضارع نصبينه يكونين أداة نصب هذه هذه المعلومات كلها تعرفين أنواعهم إيش نوع الفاء إيش نوع الأو إيش نوع الواو تمام وإلى هنا لم ننهي الدرس لكن إلى هنا يكفي المعلومات إلى اليوم وخليلك المجال تراجعين الأولات ونكمل إن شاء الله الأثنين إذا تيسر لنا ودخلنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته